وكانت قمة يمنية مصرية قيل إنه مقرب من الرئيس هادي وقيل إنه محمي بسلطته لكن وبعد كشف عبثه في السفارة بالقاهرة هل سيستطيع السفير مارم تجاوز القضب الشعبي والانكشاف الرسمي والاستمرار في منصبه؟ فساد السفير مارم في قضية الطالبة فاطمة حجري أصبحت قضية رأي عام حيث كانت الطالبة من أوائل الجمهورية ومنحت بناء على ذلك مقعدا في كلية الطب بحسب إفادة بيان وزارة التعليم العالي لكن السفير مارم قام بالاحتيال على الطالبة فأخذ مقعدها وأعطاه لابن أحد أصدقائه في احتيال لم يسبق أن حصل من قبل بعد بيان وزارة التعليم العالي الذي يعد بمثابة إدانة كاملة لنهب السفارة مقاعد مجموعة من الطلبة في مصر صدرت توجيهات من مكتب رئيس الوزراء بفتح تحقيق مع السفير والمحقية الثقافية بالقاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة فهل سيتم إعفاء مارم من منصبه أم أن نفوذه سيحميه من المساءلة والامتثار للقانون حتى بعد انكشاف فساده قضية نهب مقعد الطالبة فاطمة حجري أثار غضبا شعبيا واسعا بين اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث كثيرون عن فساد مالي وإداري مستشر يمارسه مارم من موقع سفارة اليمن في القاهرة دون أدنى رقابة قضية فساد السفير مارم تضع أمام وزير الخارجي الجديد محمد الحضرمي تحديا كبيرا في الحد من الفساد المنظم في السلك الدبلوماسي والذي يعاني من تضخم سرطاني في وضع تمر فيه البلاد بأسوأ ظروفها الإنسانية والسياسية اشتركوا في القناة